النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للمعلم مناسبة مثالية جداً وفرصة نعبر فيها كلنا عن تقدرنا للجهود اللي بتقوم بيها الكوادر التعليمية في مصر أجمل ما في بلدنا المعلمين والمدرسين هم بيقولوا كده صناع المستقبل اللي بيربوا الأجيال الجديدة في المجتمع المصري مناسبة خاصة جداً نجل ونقدر فيها كل معلم وكل معلمة قدموا خدماتهم وكمان تضحيتهم عشان يقدموا أفضل تعليم للأجيال الصعادة في مصر مش كلام تلفزيونات ومش كلام بيتقال بس كده في التلفزيون وخلاص بجد المدرس والمعلم هو القوة الحقيقية في بناء المجتمع سواء كان مدرس في حضانة في ابتدائي إعدادي سنوي أو حتى من أسازة الجامعة لأن عشان نقدر نبني مجتمع صحي وآمن لازم كان يبقى فيه اهتمام بالمدرس وبالمعلم الدولة المصرية وقفت جنب المعلم لتدعيمه في الفترة الأخيرة وخصصت مليون وتمنمية مليار جنيه عشان تعين تلاتين ألف معلم في سنة عشرين تلاتة وعشرين بس دعمت المدارس بأكتر من مية وخمسين ألف مدرس عشان يتعينه على مدار خمس سنين وخصصت مليار وتمنمية مليون غير الأولانيين تكلفة سنوية لبدلات المعلمين عشان يستفيد منها مليون وربعمائة ألف معلم فيه تركيز كبير جدا في الفترة دي على رفع مستوى المعلم سواء ماديا أو أكاديميا كميرا نحن منحزين للمعلم المدرسي نقولها كده بصراحة بالفعل المعلم هو القدوة هو النموذج مش بس دعمه معنويا وماديا لكن لازم ياخد حقه واحترامه وتقديره من كل فئات المجتمع الدولة المصرية كمان استحدثت حقائب تدريبية علشان تواكب التغيرات المختلفة في مجال التعليم مش بس محليا لا كمان عالميا تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي إزاي يبقى فيه تكنولوجيا فيه العملية التعليمية التصحيح الإلكتروني إزاي المعلم كمان يتدرب بشكل يطور من مهاراته من المنظومة التعليمية بشكل كبير ده غير طبعا إن فيه مبادرة مهمة جدا لدعم المعلم هي المبادرة الرئاسية لاختيار حوالي ألف مدير مدرسة مع المعلمين الشباب اللي تضمنت العديد من الخطوات لاختبار أكفأ مديري المدارس هي منظومة متكاملة حلقات بتسلم بعض سواء المعلم الهيئة المعاونة المديرين للمدارس كلهم مسؤولين على تشكيل عقل ووجدان المصريين في سنين مختلفة في التعليم الأساسي ابتداء من الحضانة مرورا طبعا بالتعليم الابتدائي والإعدادي وصولا إلى مرحلة التعليم الجماعة يا من العدالة التعليمية هو ده اللي بتسعى له الدولة المصرية في الفترة الأخيرة إن المعلم في مختلف الأماكن سواء في العاصمة سواء في المحافظات الحدودية سواء في المدارس اللغات أو الدولية أو حتى المدارس الحكومية الكل بيكون بيحصل على قسط محترم من التعليم في معايير اتحطت عشان يتم وضع ضوابط بتضمن الشفافية والنزاهة علشان يبقى فيه معلمين جدد ويتم تعيينهم دي أطلقتها الدولة كمان مشاركة المعلمين في وضع المناهج الدراسية هما اللي بيدرسوا هما اللي عارفين درجات استيعاب الولاد هما اللي لازم يبقوا عارفين السنين اللي فاتت كان فيها إيه والمناهج بقى التراكمية يعني ما بقاش فكرة إنه بناخد المعلومة خلصنا دخلنا قولك كلمتين في الامتحان وسبناهم وخرجنا لأ المعلومات مكملة معنا ودي سلسلة بتسعى لها الدولة المصرية إن الولاد فعلا يبقوا متعلمين حاجة فعلا حقيقية مش كلمتين بيقولون في امتحانات وخلاص التدريب بقى بتاع المعلمين التدريب إنهم يحطوا ويصيغوا مفردات للامتحانات والأسئلة علشان ما يحصلش زي ما كنا بنشوف في السنين اللي فاتت وبنسعى دايما لإن احنا نغير الخطة بتاعت الولاد في الامتحانات بزداد في امتحانات الشهادات تم اختيار عناصر من المعلمين للتدريب خارج مصر خصوصا المعلمين في المدارس المصرية والمدارس اليابانية والمدارس الرسمية الدولية اللي بجد طفرة جديدة في التعليم بتسعيله الدولة المصرية فكرة البعثات التعليمية دي مهمة جدا في نهضة المجتمع لو احنا كده عاشنا الذاكرة المصرية والتاريخية نهضة محمد علي أو الدولة المصرية الحديثة قامت على الفكرة دي فكرة البعثات التعليمية وانا ارسل المعلمين يتعلموا بره وينقلوا الخبرات العالمية في مجال التعليم في تخصصات مختلفة داخل المجتمع المصري بمناسبة اليوم العالمي للمعلم النهاردة كل التقدير كل الإشادة وكل الاحترام لكل معلم ومعلمة بالمناسبة دي انا هروح كده اسأل منه في بداية الحلقة لا بط هزر انا كنت عامل حسابي انا اللي اسألك اوباغيتك بالسؤال انا هسألك لا لا وسأوباغيتك بالسؤال زي ما انت بتقولي في حياة كل واحد مننا مدرس او مدرسة ما ننسهوش ابدا معلم بيفضل عايش معاك طول عمرك مين المعلم اللي منا عمرها ما تنسى الغدوقتي ميسيو سيد علي مدرس العربي بتاعي في ابتدائي واعدادي مدام نجوة عز الدين رح نطلق عليها مدرسة الفرنسي اعتقد اتنين مدام نجوة ستروجو مدرسة الدراسات يعني ناس ما نساومش ابدا بالاضافة طبعا لأستستي في الجامعة دكتورة ليلة عبد المجيد ربنا يزيح سحاول عمر وانت اصلا كمان تقولي كمعلم لان انت دكتور محمد مخرج اجيال يعني وناس بتشتغل في العمل اعلامي تضربوا عندك يا محمد فانا عايز اعرف ايه اللي درس لك وايه الناس اللي انت اخدت منها وانت بتدرس ما نساش ابدا يا منا الاستاذ جلال عبد الرحيم ده اسم كده انا بشوفه اسطورة من اساطير التعليم هو كان مدرس في المرحلة الاعدادية مدرس لغة عربية الشخص ده منا كان شخص عظيم جدا ازاي خلانا احنا كطلبة نحب اللغة العربية بل نعشق اللغة العربية بشكل جميل مبسط كان انسان قبل ما يكون معلم ودي نقطة مهمة جدا الجانب الانساني ازاي المدرس يقرب من الطلبة كان بيعلمنا ازاي جمال الخط العربي وكان يجيب لنا نماذج من الاشعار الجميلة ويحببنا في اللغة العربية وكان انسان لا يعني سرته طيبة طول العمر استاذ جلال عبد الرحيم الف رحمة ونور استاذي اللي علمني وحببني في الاذاعة المدرسية واللي خلاني كده الصبح كل يوم ابتدي الاذاعة المدرسية في المدرسة ويزرع فيا كده حب اللغة العربية يعني عمري منسى ابدا واعتقد يعني حيفضل كده دين فرقبتي لاخر العمر اكيد واتأثرت بمين وانت بتدرس اسات زكبر كده يعني انت كنا في كلية واحدة من اعلام القاهرة سنت كتبر مني بخمسة وتلاتين سنة خمسة وتلاتين سنة اه خمسة وعشرين سنة هم سنة واحدة منقول كده على هوا عادي طبعا احنا برضو كنا محظوصين في التعليم الجماعي كلية اعلام جامعة القاهرة برضو من غير تحيز ليها يعني اسد كبار وكرام واجلاء علمونا منك ذكرت اسم استاذتنا في الصحافة طبعا دكتور الليلة عبد المجيد انا منساش ابدا استاذي في قسم الاذاعة والتلفزيون رحمة الله عليه الدكتور عدل رضا يعني الف رحمة ونور وربنا يجزيه عن طلبته كل خير وفي اعلى قليين يعني زي ما بيقول رحمة الله عليهم مش حنسى ابدا استاذي ومشرفي في رسالة دكتور محمود عالمدين رحمة الله عليه يعني اعتقد انها دي فرصة النهاردة ان احنا نفتكر الناس اللي اثرت في حياتنا ندعي لهم بالصحة والعافية لو هم موجودين وندعي لهم بالرحمة لو هم مش موجودين ونحاول نستحضر كل الدروس اللي هم حاولوا يقولوا هلنا ونحاول ان احنا نمررها لولادنا كمان منصبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا وصر